الجزء الأهم ملف الأهلي ونهائي دوري أبطال أفريقيا هتقول لي يا عم النهائي خلص بقاله أسبوع يخلص اليكش تكون سنة لو عدى سنة على النهائي حنفضل نتكلم لحد ما نشوف مين المتسبب في إخفاء باند خلي بالك مش جواب بقى ركز معايا إخفاء باند تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا وانا هقول لكم بعض الكواليس المهمة واللي في بعض الزملاء تكلموا فيها مبارح بمنتهى الوضوح تمام وإحنا تقصينا وتأكدنا النهاردة تقصينا وتأكدنا النهاردة لانا فيش حاجة حنيتل عن قولها غير ما نكون متأكدين منها حضرتك دلوقتي ياللي بتتفرج علي اللي حصل إيه في موضوع جواب اتحاد الكورة جواب اتحاد الأفريقي المفروض يجي اتحاد الكورة اللي جيه يوم 19 يناير واللي تقال فيه سبع بنوت أو سبع مناسبات لو الاتحاد المصري الكورة القدم حابب ان ينظم أي منهم فليتقدم بطلب الجواب ده فعلا جيب الاتحاد الأفريقي لاتحاد المصري طيب لحد هنا وما فيش أي مشكلة إيه اللي حصل بعد كده الاتحاد المصري الكورة القدم ترجم الجواب اللي جيب الاتحاد الأفريقي وانا مش عايز اعمم الاتحاد انا اقول فيه اكيد اشخاص او شخص داخل الاتحاد تعمد انه يعمل كده في اللي انا هقوله لك ده فلما جي الجواب ترجمه وحرفه وبعطه الوزارة الشابورياد عشان لما طلعنا من اول مبارح قولنا حراركو موزارة الشابورياد ما جالهاش حاجة بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا تصدقونا ليه ما جالهاش لأن الاتحاد شال من السبع بنود باند وبعد ستة بس الباند اللي اللي تشال هو ايه ها نهائي تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا لو انتم حابين يا جماعة ده اللي تشال وبعد ستة الوزارة الشابورياد اللي بيتضمن ستة بنود دول ايه تنظيم مثلا نهائي الكنفدرالية ماشي تنظيم مش عارف ايه في الطولة الكرة النسائية كرة الشاطائية كم حاجة كده كم مناسبة لتحاد الأفريقيا طب مين اللي شال وهنا السؤال بقى واللي عايزين عليه إجابة ولازم نستبنى إجابة أصلا ده حق الأهلي وقبل ما يكون حق الأهلي ده حق مصر أن انت ساعدت فوز اللجع ساعدت فوز اللجع بشكل أو بآخر شخص من جوه هنا ساعد فوز اللجع بشكل أو بآخر في أن هو يحقق أهدافه بتهيئة كل الأجواء لصالح الوداد عشان ياخد البطولة فاللي ساعد في حاجة زي كده لده لازم يتجاب ما تجيش حضرتك بقى تقول لي موظف ولا موظفين ولا 12 ولا 15 ولا 20 ولا 10 لا هو مسؤول قال شيلوا بند بتعدور أبطال أفريقيا أو المناسبة بتعدور أبطال أفريقيا دي من خطاب الكاف وبعتوه بستة بس ومفروض أي حاجة أي جواب جي من الكاف بيترجم وبيتبعد مع النسخة الأصلية النسخة الأصلية ما تبعتتش لوزارة الشعب والرياضة فدي مفجأة من ضمن المفجأات دي مفجأة من ضمن المفجأات اللي عمل كده هدفه ايه بيشتغل لصالح مين عايز امي الأهلي مش عارف أنا عايز ألاقي إجابة وهنا تدور على مين بمنتهى الوضوح على معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشعب والرياضة واللي بيحقق في الوضع دلوقتي وبيحقق في الموضوع ده دلوقتي من خلال اللجنة وهو أعلن عن كده واللجنة شغالة على قدم الوساط عشان تطلع لنا المتسبب في إخفاء ها إمكانية تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد إذن حضراتكم يا جماعة طلعوا لنا المتسبب وحسبوه والوزارة مش هتمرر الموضوع ده خالص عشان حضراتكم تبقوا متأكدين من كده ليه بقى؟ يعني دي سمعة بلدنا سمعة مصر اللي هي ما فيش هزار بقى اللي عمل كده كده اللي عمل الموضوع ده يتجاب كده تعال يا باشا اللي انت عملته لا تعال أنا ححسبك ويتحاسب ويبقى فيه شفافية ويبقى فيه إعلان للناس كلها يا جماعة وإن الرسالة لسه مستمرة وزارة الشعب والرياضة والدكتور أشرف صبحي المتسبب المتسبب في كده يحاسب لازم يتحاسب وحنفضل متابعيني الملف ده لأن انت كده لا كنت حريص على بلدك ماشي؟ ولا كنت حريص على نادي بيمثل بلدك ولا كنت حريص على أي نوع من أنواع الوضوح والشفافية في تعاملك حتى مع وزارة الشعب والرياضة بل كمان مش عايز أقول كلمة تزوير لأن طالما البند تتشال كده يبقى ده كده تزوير أحاول أجملها مش عارف أجملها أجيب مصطلح إيه أن انت تشيل بند معين بهدف ما بنية مبيتة واتبعتها لوزارة الشعب والرياضة يبقى ده تزوير هل وزارة الشعب والرياضة هتقبل بالتزوير ده؟ لا أنا واثق أنه مش هتقبل مش هقول لك معتقدش لا مش هتقبل عشان كده بيتم التأحقيق فدي حاجة غريبة جدا 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 عايزي من الأهلي اللي عمل كده أنا مش عارف عايزي من مصر اللي عمل كده أنا مش عارف قصة لازم نقف عندها كتير ولازم نتبحق ونشوف التطورات اللي بتحصل فيها ولسه لما حضراتكم كمان تتبعوا بإذن الله واحد أحد يوم السابت الجاي مؤتمر الكابتن محمود الخطيب الساعة 12 الظهر في مقر النادي بالجزير مؤتمر حيكون مؤتمر عالمي لأن المؤتمر ده بالمناسبة هو مش الهدف منه أن انت توضح الصورة للناس في مصر هنا بس لا لأفريقيا للعالم كله ومؤتمر لن يخلو من المفاجآت مؤكد كواليس ما قبل المباراة وما بعد المباراة وتحرقات الأهل القانونية كانت إزاي وإزاي الأهل حيواصل الدفاع الحقوق حتى لو لماتش خلص ما ابتدت كلامي لماتش خلص أسبوع سنة هنفضل نتكلم في القصة دي لغاية لما نشوف مين المتسبب في أنه يساعد فوز الأججع في تحيق أهدافه بالمناسبة الوداد لعب وكسب في الملعب برضو عشان يبقى ضغري وصراحة مع الوداد كان حلو في الملعب كان أحسن مننا لكن مين نحيق للوداد كل الأجواء دي مين اللي جاب للوداد جمهوره بالعدد الكبير ده مين اللي جاب للوداد ملعبه ده في جزءها كمان في الكرة عارفين الكرة